كابتن شريف بطل العالم؟ اه يعني انا دلوقتي اقل ما بطل العالم؟ طبعا حاجة مشرفة مشوار طويل بدأ امتى؟ 2006 2006 13 سنة بدأ ازاي؟ كنت في حفلة احتفال باليوم العالمي المعاق اليوم العالمي لزولة احتاجات الخاصة كانت في المركز اولمبي في المعادي وكنتش اعرف حاجة لسه خالص عن الموضوع وبعدين انا كنت قاعد في المدرجات وفجأة لقيت حد جروب ماشي في التراك كانت كابتن مصاف فضلون وكابتن احمد جمعة اللي ارحمه وكابتن متولي مطحنة كابتن اسامة السرنجاوي كابتن موندي انا مش فاه جروب معاقين ماشيين بعكاكيز وبكراسي واللي ماسك توستيكس واللي ماسك عكاس واحد وماشيين في التراك وكابتن العطار كان متعلق له صور كان لسه رجعين من قتينا 2004 وعملين نتائج مبهرة وبعدين انا شفتهم ماشيين في التراك والسلام الوطني بيتعزف فانا مش فاه فعمل اكلم اللي جانبي اقول له ايه علاقة الناس دي بالنشيد الوطني الناس دي معاقين لا يعني هم اكيد مش زباط لانهم معاقين طب ايه علاقتهم بالنشيد الوطني انا نسا مش فاه فقال لي دولة الناس اللي بيمثلوا مصر اللعب القوى الاثليتكس الباورليفتينج قال لي كزا لا بقى قلتولي طيب السؤال بقى اعمل ايه علشان نامشي مع الناس دي في التراك ده اه عادي يضحك علي قال لي المفروض تيغلب واحد منهم في مجاله في لعبته في ميزانه انا بقى كنت خلاص بدأت لعب رفع اسقال بالسلسة ايه يعني هاوي اه بحبها انا كنت بحبها بحب اللعب فقالتولي طيب جب لي ايه نقيت ارفع واحد فيه كان مندي احمد عبدالعظيشي طيب اطلع بلدياتي بعد كده وتعرفت عليه يعني فقلت له الرفاع اللي هناك ده بيرفع كان انا اضعف واحد فيه انا ساعتها كنت برفع مسلا سبعين كيلو قال لي الرفاع ده اللي انت بتشاور عليه بيرفع مية اتنين وزتين كيلو فقلت له يا نهر الرفاع ده اقل له واحد فيه ازاي يعني قلت له طيب خلاص يبك منه قلت يمكن واحد اجمد من واحد موهبة اللي بعده قال لي مية سبعة وسبعين وسامة السرنجاوي اللي بعده احمد جمع الله رحمه مية تلاتة وتسعين لقيت الارقام بتعلم هنهر اسوح طيب اعمل ايه هروح فين انا هروح فين انا فهو بدأ يحس ان اللي حكيته كانت ايه في محلها قال لي وعد بقى ساكت فرحت لطوله طيب ايه رأيك بقى ان انا السنة اللي جاية في نفس الاحتفال ده انا هامشي مع الناس دي في التراك ده هبقى واحد منه وانت خليك قاعد في المدرجات فقال لي طيب ما هنشوف فرجعت بصراحة يعني مش عارفة مش يعني انا كل ما افتكر ان اعملت ايه انا مش مصدق ان انا عملت كيف الرغبة انت لو عايز تعمل اي حاجة هتعملها صحيح طبع طبع عملت حاجات ما تتعملش عملت حاجات انا ما عرفش اعملها دلوقتي جدول تدريب عملت كل حاجة انا كنت باتمرن ثلاث ايام في اتحاد الشرط الرياضي بقيت اتمرن ستة بقيت اروح ثلاث ايام تانيين في جم خاص كنت باشتغل بقيت اروح مفيش حاجة اسمها اشتغل واجي تعبان من الشغل فما روحش التمرين لا اشتغل واتمرن وارجع عالشغل وارجع اتمرن وارجع ااكل ونام كان يوم وحيد هو يوم الجمعة اللي باخده ايه عارف انا كنا مش عادر اقل نفسي مش عادر اعمل اي حاجة ربنا يعني لكل مجتهد نصيب صحيح المستوية بدأ يطلع دعوني للمنتخب بس كنت رقم اثنين في لعب قابلي وقالوا لي من اول يوم دخلت فيه انت لعب صغير وحنا جايبينك عشان مستويةك كويس بس انت لو غلبت الاولاني هتسافر انت كانت اول بطولة عالم كوريا 2006 كلام ده كان في شهر اتناشر ممتاز كان بقي حاولي تقريبا تلات اربع شهور كده والاحتفالية تيجي اللي هي اللي انا قلت للولد اللي هتمشي في التراك ربنا من عليا ومستوية طلع وكسبت الولد ده وسافرت اول بطولة عالم ليا في 2006 وعملت فيها مدليا فضل ورجعت حضرت الحفل والولد كان عاد في المدرجات شغير انت جدا جدا مش ناسي هاني وعلى فكرة شريف عالمي يعني انا هجي اقولك يعني انا دايما بقول احنا لما كنا في ريو دي جانيرو البطولة بتاعته التذاكر بتاعتها كانت خلصانة دي لقطة دي لقطة من ال اه قبل ما نوصل لدرجة كان فيه ناس بتكلمني بقى دي فين دي دي فريو دي فريو دي واشي اه 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 ما فيه ندقني دي راح تغير اه اه راح انا بتغير كل شوية ده موضوع تاني بقى اه اه يعني كانت الناس بتتكلم عايزة يعني جبلها تذاكر عشان اه 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 يعني ده طبعا شرف لمصر كبير اوي يعني اه 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 شرف لي انا دي طب طب اوكي ماشي لدقنو حلقناها طبعا شرف لي